بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة سندرس في هذه الشريحة التكامل عددي بطريقة سيمسون 1 على 3 إذن سندرس طريقة ثانية هي طريقة سيمسون 1 على 3 تعتمد طبعا كان درسنا في الشريحة السابقة طريقة أشباه المنحرفات قربنا المساحة بواسطة أشباه المنحرفات في طريقة سيمسون سنقرب المساحة بواسطة قطوع مكافئة عسى أن يكون التقريب بواسطة قطع مكافئة أفضل من التقريب بواسطة أشباه منحرفات إذن تعتمد طريقة نيوتن على تقسيم المجال التكامل A-B إلى عدد زوجي من القطع أي نختار N عدد زوجي ثم نقرب المنحن في كل قطعتين بقطع مكافئة يمكن إيجاد معادلته آملين بأن التقريب بمنحن بقطع مكافئ يكون أكثر تقاربا من التقريب بمستقيم في طريقة أشباه المنحرفات بحساب المساحات التي تحددها القطوع المكافئة مع محور الفواصل ومستقيمين X-U7A وX-U7B نجد العلاقة التي تحسب التكامل المحدد إذن هنا سنتحدث لن أعطي الدستور مباشرة سأشرح قليلا ولو أن هذا الشرح سيلبك الطالب ويوجع له ويستطيع رأسه ولكن لا بد من هذا الشرح حتى يعرف الطالب من أين جاء الدستور فقط إن الشرح لمعرفة فقط من أين جاء الدستور وثم يمكن أن نطبق الدستور دون الحاجة إلى الشرح الآن إذن سنقسم الفترة A-B إلى عدد زوجي ونأخذ كل قطعتين متتاليتين مع بعض ونقربهم بقطع مكافئ المطلوب أن نوجد مساحة القطع المكافئة ثم نجمع مساحات القطوع المكافئة على الكل فنحصل على الدستور الذي نبحث عنه إذن هذا هو ملخص هذه الطريقة إذن لتعيين قانون سيمسون نحسب أولا مساحة السطح الجزئي A-I إذن هذا هو السطح الجزئي A-I المحصور بين X-I نائس واحد X-I وX-I زائد واحد وهذا هو القطع المكافئة طبعا إن X-I صورتها هي الوايات تتقاطع مع المنحنة بنقطة هي BI نائس واحد والX-I تتقاطع بنقطة هي BI والX-I زائد واحد تتقاطع بنقطة هي BI زائد واحد هذه الوايات تبعية X-I نائس واحد هي FX نائس واحد الوايات تبعية BI هي FX-I والوايات تبعية BI زائد واحد هي FX-I زائد واحد إذن المحذب مستقيمين ومحور فواصل والقطع المكافئة إذن هذا هو الآن ما هي لنأخذ النقطة XL-I هي نقطة تقع في منتصف هذه الفترة يعني هي حاصل X-I نائس واحد زائد وليس نائس هنا زائد XL-I زائد واحد تأسيم الثنين التي تقع في منتصف القطع بين X-I نائس واحد X-I زائد واحد والنشأ النقاط اللي هي BI نائس واحد BI وBI زائد واحد كما شرحتون والتي إحداثياتها النقطة BI نائس واحد إحداثيات X-I نائس واحد FX-I نائس واحد النقطة BI هي X-I FX-I والنقطة X-I زائد واحد هي BI زائد واحد إحداثيات X-I زائد واحد FX-I على الترتيب الآن أصبح لديه سلاس نقاط إن سلاس نقاط تحدد قطع مكافئ وحيد هذا معلوم لأنه سابقا لأفترض أن قطع المكافئ الذي حددته لي يأخذ الشكل بصورة عامة هو من الشكل ألفا إكس تربيع زائد بيتا إكس زائد جاما علي أن أحدد قيم ألفا بيتا جاما حتى يتحدد هذا القطع المكافئ بشكل وحيد بالاعتماد على إحداث هذه النقاط والذي يمر من النقاط الثلاثة الآن إذن هذه المسألة هذا هو القطع المكافئ هذه النقاط وهذه الإكسات طبعا أنا عملت انسحاب إلى أن تنطبق النقطة XLI على نقطة الأصل إذن نلاحظ أن الشطح AI مؤلف من القسمين عرضه كل منها هو H لتسهيل إيجاد مساحة AI سنعتبر أن القسمين مؤلفين للسطح متناظرين بالنسبة لمحور التراتيب لمحور التراتيب وليس غير مناحة إذن متناظرين بالنسبة لمحور التراتيب أو المحور OY إذن هذا ما فعلناه طب قد يسأل سؤال سؤال إنه كانت هنا إذن كانت المنطقة اللي عم بدرس عليها هنا يمكن إجراء انسحاب ولن يغير هذا الانسحاب من الدستور أو من الدراسة أي شيء إذن هذا ليه إذن إن اعتبار إن هذا الاعتبار لا يؤثر على عمية الحل ولا يؤثر على قيمة مساحة الـ AI إذن نحصل على هذه النتيجة بإجراء انسحاب لمحور الإحداثيات إلى النقطة XI0 وهذه العملية لا تغير من قيمة FXI1 وFXI وFXI1 وتبقي المسافة بين XI وXI1 هي الـ H نفسه من أجل هذا الاعتبار نكامل معادلة الأخيرة والموسل للقطع المكافئ المار بالنقاط بين الحدين X والسالب X فنحصل على التكامل لو كمنا العبارة الأخيرة والمعادلة للقطع المكافئ بين هاتين لحصلنا على قيمة التكامل لو عوضنا بقيمة التكامل لحصلنا على هذه النقطة أو هذه المعادلة الآن يمكن تعيين الثوابت ألفة بالتكامل باعتبار أن المنحنية مر من هذه النقاط التي أصبحت إحداثياتها بعد الانسحاب موسحبناها فهي هذه سالب H إذن هذه هي سالب H سالب HFXI ناس واحد هي صفر FXI هي HFXI زائد واحد على الترتيب نعوض هذه الإحداثيات فنجد المعادلة التالية إذا عوضنا الإحداثيات في النقطة الأولى ثم نعوض إحداثيات نقطة ثانية ثم نعوض إحداثيات النقطة الثالثة فنحصل على هذه المعادلات عند إذن يكون لدينا سلاس معادلات بسلاسة مجاهيل بحل هذه المعادلات نحصل على المجاهيل إذن بحلها نحصل على الألفة ماذا تسوي البتة والقامة عند إذن نعوض ألفة وبتة وقامة في معادلة القطع المكاففة فنحصل على هذا الدستور هذا من أجل إذن حسبنا مساحة القطع المساحة المنطقة اللي هي AI اللي قربناها بشبه منحرف الآن إذا كررنا هذه العملية من البداية إلى النهاية إذن إذن نحن كان عندي هذه هي منطقة هذه هي الـ A وهذه هي الـ B وأخذت أنا كانت هذه XLI نائس واحد هذه XLI زائد واحد وهذه XLI وهذا كان عبارة عن F XLI نائس واحد وهذا F XLI زائد واحد وهذا F XLI الآن قربنا نحن في قطع مكافئة مر من هذه النقاط سمينا هذه النقطة PI نائس واحد هذه الـ BI وهذه الـ BI زائد واحد إذن بهذه النقاط فاستطعنا أن نحسب هذه المساحة بهذا الدستور إذا مساعت هذه المنطقة المحصورة بهذا الدستور نفس الشيء إذن نكرر من الأول فنحسب مساحة المنطقة المحصورة في هذا الجزء ثم نجمع المساحات فنحصل على الدستور العام الذي يعطى إذن بما أننا قسمنا المجال إلى N قسمة والـ N عدد زوجي فإنني أستطيع أن أحسب هاي الـ A1 والـ A2 والـ A3 والـ A4 والـ AN على 2 فنحصل على هذه القيمة الآن لو جمعناهم طرفا إلى طرف إذن وبجمع هذه المعادلات فنحصل على قيمة تقريبية مساحة السطح المحصور بالمنحني ومحوى الفواصل والمستقيمان X يساوي X0 هي A والـ A والـ X يساوي XN اللي هي B أي نحصل على قيمة التكامل TN هي حاصل جمع هذه المساحات فلو جمعناهم مع بعض البعض واضح أنه يمكن إخراج الـ H على 3 عامل مشترك واضح أن FX0 والـ FXN تظهراني مرة واحدة فقط وواضح أن البقية يظهر مرة واحدة ولكن كل واحدة منهم مضروب بالعدد 4 يمكن إخراج العدد 4 فأصل إلى الدستور التالي إذن TN هي أشعة 3 FXN FX0 وFXN تظهراني مرة واحدة فقط هنا الأربعة هذا الأعداد المضروب في أربعة هي FX1 الأعداد الفردية FX3 FXN ناقص واحد إذن معتها الأربعة هي FXI حيث الـ I فردي 1 3 5 إلى N ناقص واحد المضروب بالتنين هي الزوجية لأنه هذا زائد هاد هي 2 FX2 2 ثم FX4 بFX إذن لأدلت أعداد زوجية هي مضروبة في 2 إذن معناتها 2 I 246 إلى N ناقص 2 مضروبة بالXI والFX0 والFXN تظهر مرة واحدة إذن هذا هو دستور Simpson 1 على 3 هذا هو دستور Simpson مثال احسب قيمة التكامل من 0 للبيع 2 لأي وصين بDX حسب قاعدة سيمسون 1 على 3 إذن حسب قاعدة سيمسون 1 على 3 من أجل أن تساوي للأربعة قد يقول طالب إنه طبعا لو كنت بعرف الطرق التحليلية ممكن أكامل ولكن هذا من التكاملات التي يعتبر صعبة إذن لابد من الانتقال إلى الطرق العددية ماذا أفعل أين هي الـ إذن هذا هذا هو الـ وهذا هو الـ ونحن قلنا قسمنا إلى أجزاء متساوي إذن فإن الـ هي عبارة عن طول الفترة على العدد N يعني يساوي إلى الـ pi على 2 ناقص صفر تقسيم الـ الـ هي أربعة يعني يساوي pi على ثمانية إذن هذه هي الأش إذن وبالتالي فأبعمل الجدول الآن بحط هنا الـ X اللي هي عبارة عن الصفر صفر زائد pi على ثمانية pi على ثمانية زائد pi على ثمانية 2 pi على ثمانية يعني pi على أربعة ثلاتة pi على 8 4 pi على 8 اللي هي pi على 2 إذن هي 4 pi على 8 اللي هي pi على 2 الآن نعوض في الدالة المستكملة هي eos sin x إذن هذه هي ال y فمنعوض sin 0 1 إذن سنرار 1 sin pi على 8 بالآن اللي حسب تطلع معي eos العدد تطلع معي قيمة هنا وهكذا مثلا pi على 2 sin pi على 2 هي 1 معنى هذا هو e يعني هذا هو 2.7 1 إلى آخر ونحسب بقية القيم ثم نأتي إذن قبل ما نأتي إذن هذه بسميها هذه y0 y1 y2 y3 y4 فما هو الدستور تبع شبل المنحرف لحساب المساحة فإن المساحة a ما هي إلا عبارة عن x على 3 الاش معروفة طلعت معي هي pi على 8 مضروبة بي ال y0 وال yn يظهران مرة واحدة إذن منحطهم زائد 4 ال yات الفردية كم y فردية هي y1 و y3 إذن هي y1 زائد y3 هدول مضروبات في كم y زوجية هي y1 إذن 2 y2 الآن نعوذ كل القيم معلومة لألي فأحصل على قيمة المساحة بكل بساطة إذن هذا هو إذن لدينا الأشياء pi نائس a على n يعني pi على 2 نائس 0 هي pi على 8 الآن نسوي الجدول نعوذ بال x بالصفر وال eos فنحصل على القيمة التالية إذن حصلنا على القيمة التالية إذن هذه هي ال y0 إذن هذه هي ال y0 وهذه هي ال y1 وهذه هي ال y2 وهذه هي ال y3 وهذه هي ال y4 اللي شرحناها الآن بعدها وحسب قاعدة سيمسون ومن أجل n يساوي إلى 8 فنحصل على أشعر الثلاثة ال y0 وال yn قلنا بيظهروا مرة واحدة فقط زائد 4 y1 y3 زائد 2 y2 ونحسب القيمة ونحصل على المطلوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته